بداية طمعا نقولك أهلا وسهلا فيك بفوشيا وفي سؤال دائما ببدل لزهن الكل من أيام ستار أكاديمي لليوم بس حوني نحط اسم هيلدا خليفة بأي خبر بأي عنوان بيطلع الترنت الكل عم بقول شو السبب؟ ما بعرف بتصور هيدا حب العالم يلي هو بفتكر لإلي أكبر بلاسينج بحياتي أكبر نعمة بحياتي وكمان يعني معوّدين عليّ يمكن من خلال ستار أكاديمي وتعوّدوا عليّ وقلّون زمان ما بيشوفوني وأنا ما بشوفوني منشتق لبعدنا مش أكتر من هيك خبينا قدام بسطتي وتقدمت حفل الميراكس دور كانت إطلالتي كتراند وضل ينحكى فيها ع كزا يوم بسطت كتير it was very nice كتير كتير كان هيكي أنايس شغلة عملتها يعني أنا مقدم الميراكس دور من زمان بس إنو حبيت هلأ كيف رجعنا اجتمعنا وبالالبي سي وكانت تقدروا اعنا عوكي لا بالعكس يعني أنا كنت موضوع قبل وكنت حابة الرجعة بالميراكس دور وعال البي سي وكل يعني it was good لما إنو حبّة الرجعة ما دقي خدت وقت اللي اخترت هيك إطلال اللي كانت حديث العالم لأ سيقبت يعني مش إنو شيس أفكرت فيه كتير لأ بس هيك سيقبت بس نشوفك عم بتنزلي عالسوشيال ميديا أي فيديو أو صور وتحط غنية السار أكاديمي الكل بصير يدق قلبه ويقول قرب البروغرام مش أنا هيدي ترند زايرة هيك ما بعش شو عم بصير يعني أنا متلي متلون صراحة بشوفهم على السوشيال ميديا وبشوفهم إنو صار ترندين بس مش أنا بكون بنزلتون يعني ما تواصل مع هيلدا خليفة حتى تقدم برنامي السار أكاديمي إزراحين عرب؟ شكرا لها شكرا لها شكرا لها شكرا لها